مع جلوس مسؤولي وزارة الدفاع التركية مع وفد روسي في أنقرة لمناقشة التصعيد في شمال سوريا ومصير التفاهمات الثنائية أو الثلاثية كانت الأخبار الآتية من سوريا سيئة في قاعدة تفتناز الجوية تعرضت وحدات تركية لقصف مباشر من قوات النظام السوري هجوم أسفر عن قتل في صفوف الجنود الأتراك الهجوم ليس سابقة في الأسابيع الأخيرة فقد سبقه الأسبوع الماضي استهداف آخر من قوات النظام السوري المتقدمة في إدلب أدى إلى مقتل ثمانية جنود أتراك في الهجومين أكدت تركيا أنها ردت على الاستهداف رغم أن عددا من نقاط المراقبة التركية مات خلف النظام أو في مناطق سيطرته الجديدة في إدلب وعلى وقع تقدم النظام وحصلت القتل التركي المتفاقمة في الشمال السوري عززت أنقرة قواتها في محافظة إدلب مشيرة إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لفرملة الآلة العسكرية للنظام والميليشيات المتحالفة معها لكن دون الأمر موقف روسي أشبه بالفيتو فهو من جهة يغطي النظام براً ويشارك معه في الغارات الجوية ويقيد القوات التركية برد كاسن لتقدم النظام عتب بلغ حد الاستياء عكسه موقف لوزير الخارجية التركي بخصوص مباحثات الوفد الروسي في أنقرة قائلاً إنه لو كان هناك توفق في الاجتماع السابق لمحتجنا إلى اجتماعنا اليوم فراس حمزة العربية